اقربهم لقلبك. اعمل واحد يعني اقرب اقرب اعمالك دي. انت طبعا انت تلاقيك زيك زي البقين كلهم طبعا متفرجش على اعمالك صح? اه لأ لأ. بتتفرج لازم على اعمالي بس في حاجات ما شفتهاش لحد دلوقتي. لحد دلوقتي? اه يعني اللعبة مسلا مشفتهاش. ايه? اه. لا يا احمد. والله. ده اكسكلوسيف يعني ايه? ما شفتهاش. بعد النجاح ده كله والضجة دي? يعني انا من فترة قريبة اه بقيت احب اسمع نتيجة الاعمال وممكن ما شفهاش. بس مهم ان انا اسمع انا عملت ازاي. بس اللعبة ده مش مش نجاح عادي. اه ما شفتهاش. الجزء الرابع كله ما شفتهاش. شفت جزء عا الرابع وما شفتوش. يعني انا بتاعلي عمر ما كملت ووز يعني. والرابع ما شفتوش خالص. هو اللي بتشوف طبعا نسرين مراتي. هي اللي بتشوف اه. بعرف منها الحاجة نجحة او لا لا يعني. كم سنة جواز? عشرين. الله اكبر. غير فيك ايه? الجواز من نسرين اه. اه. خلاني بني ادم اه اهدى واحسن. اهدى واحسن. اهدى اه. انا بتنرفز اه. حتى لحد بس في الاقوناة الاخيرة يعني بدأت اه. تهدى. احاول اغير من نفسي خلص. لازم عشان تسحتك وزحتنا كلنا. ايو هي بتقولك اه طبعا. ولكن لسه لسه البوائي موجودة يعني. اه تعلمت اه. اكتر اعمالك اللي بتحب هي لك. هي. هي بتحب اللعبة بشكل مريب. كلنا. بتحب هي اما الحاجة بتبقى حلوة قوي. هي بتحبها. وهي نقد اه يعني قاسي عليها. حتى النص نص بتقولي اللي انت كنت وحش وزيزفت. بتقولك في وشك. اه. اندي بقى انا بتحبك قوي وعايزك تبقى احسن واحد. اه. وبتحب هي حقا هي. مش عشان جوزي هسقف له واطبله وكده. في ناس كتير في في مجالنا ده بيحصل. ده بيغرقوا النجمة علشان بيطبلوه. يعني انا مراتي مما كنا كنت بعمل مصرحة وكنتش السقفة. والناس بالسقفة يا ما بالسقفش. ما كانتش مبسوطة من اللي بتقدم. لأ. يعني هي اه ماشي. كويس. انما هي عمرها يعني مرات الليلة اللي بتوصل تقولي لا. ده كان كويس جدا يعني اللعبة اربعة. انا كنت بسمع دحكاها. مم. يعني انا بسمع دحكاها وهي بتتفرج في حتها تانية. وبسمع فانا كنت باستغرب. هي ما الحاجة بتعجبها بتتحك بشكل مبالغ فيه بحيس ان ايوم عليها. ومسلا وانا اجي انا ام مسلا الها مشغلها وبتتحك جامد ده لاقي سربي تهز. ولا اهم شغلها اللعبة وحاجات كده. فهي نقد اه قاسي بالنسبالي ولكن ده بيدفعني الامام وما بخلنيش اصل الفنان بيشط. مم. الله يا حماده جميل يا حماده وفي كذب. احنا احنا شغلانتنا كلها زيف. اهام. انا بعملك عملية اهام ان انا نجم كبير. وانا ما فيش حاجة. وهي. اه طبعا. وهي الحكاية. عمرك ما اصبت بالغرور. اصبت طبعا. في اوقات. بني ادم. وانا وانا في ناس كتير بتوصف بتوصفني ان انا مغرورة اولهم مروتي. بتقول علي ان انا. انت صريح اوي ومحترم جدا وبيتكلم من قلبه. ان انا بس يعني انا معرفش. جالك وقت نجاح كبير دوشة كبيرة. طبعا. غزبا عنك طبعا. بيجيلكوا زي خبطة كده. طبعا. بتشته زي ما انت بتقول. اه بس انا يعني الحمد الله رب العالم. لا هي دايما. نسرين بتقدر تعمل لك التوازن ده. اه بس بتخبطني ساعات جامد اكتر من اللي يزم يعني. بس انا 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 عارف اه هي عايزة ان انا دايما ابقى بتحب صورتي او مع الناس. بتحب ان انا الناس يشوفوني بشكل كويس. اه هي هي انسانة اكتر مني بكتير. اه. اه. انت برج ايه يا احمد. كطور. برجة يا اختي اه اه. ده انت. اه. اه. فهي انسانة يعني انا ممكن لو انا تعبان او كده من حد اقول له لا انا مش قادرة تصور هي لأ لازم اه تستعمل الناس ولازم تستعمل الناس. اه وعشان الناس ما يخدوش عنك فكرة مش حقيقية في لحظة او رضب او كده اه. نصيحة تقولها اه ازاي ممكن الجواز يدوم. او ايه اهم حاجة عشان الزواج يدوم ما بين اتنين? تنسحهم بايه? اهم حاجة الجواز يدوم التفاهم. التفاهم وكلنا يعني زي ما انا عايز ابقى مبسوط او الطرف التاني يحقق لي اه الراحة او الانبساط. لازم انا كمان افكر انا هعمل ده معايز ازاي? والحكاية في التضحية الحب التضحية هو كلام كبير بس ده حاجة حقيقية. انا كل ما بحب حد اه بحاول رياح وجهة على نفسي. والعكس مش صحيح. والعكس مش صحيح. اه ان انا في الحب انانية ده مش صح. لا الحب مش انانية. اه في ناس لأ ويقولك لا هي تعمل لي وانا مش قادر والكلام ده. ده مش مش كويس. اكتر حاجة بتحبها في نسرين مراتك ايه? القناعة. راتيا. هو طبعا. والحاجة مهمة اوي اوي. اسمها يعني. اه الاصلة اصيلة هي اوي. بنت اصول. اه. كده يعني. انتو عندك ولاد? لأ. ما جبتوش ولاد. مش مخلفين لأ. مش مخلفين. اه. وفكرتم انه ما حصلش نصير. اكيد زي ما اي حد يفكره ما ما جبناش ولاد ما حصلش نصير. تحس ان ده ممكن يكون ما خلي العلاقة اقوى. لان فيه ساعات ناس اه ممكن تكمل او يعني الولاد بياخدوا اكيد تاندوا اي ده ممكن يكونوا فيه ناس بتبقى عايش مع بعض عشان الولاد او متمسكين عشان الولاد او كده. هو في حالتنا دي هو الموضوع ده قربنا من بعض. طبعا انتو مع بعض. انتو مع بعض اه. انا فيش اي سبب يخليكم مع بعض غير انكو عايزين بعض. يعني حتى مع بعض دايما بسفر في الشغل بتبقى معايا. اوقات قليلة جدا ما بتبقاش معايا لو انا سفر كده يعني. دايما مع بعض. يعني هو ده يعني انتو مع بعض عشان عايزين تبقوا مع بعض. اه. اه. هي بتخاف عليها وآآ دايما بتكون عايزها تبقى معايا وده اول مرة اقولوا يعني حتى في السفر وكده عشان حالة الصحية بتبقى دايما. خايف عليه. بتقلق عليها بشكل كبير. يعني حتى انا لازم ارد عليها في التليفون او حد من رجالتي يرد عليها لو آآ. بس هي بتخلي بالها في الشغل. انما لو انا هي بتقلق. قوي. بتحبك وبتخاف عليك. يعني. مش عارف بتحبيني عليك. لا بتحبك وبتخاف عليك طبعا جدا يعني. وما ما تقلقهاش عليك.